على جانب مهيم جداً بيهتمبوهي أشقين عايزنا نقول رجال وكمان نساء لأنه أغلبية الناس تفتكر إنه لما تجي سرطة البشرة خليك يا مازل شي وإذا ما تجي سرطة البشرة الناس قم تركز على الجانب الخاص بالنساء فأيا مازل نكمل معايا نتكلم من العالم الله يا أخي هو يعني يقوله الله جميل يحب الجمال يعني فهما لازم الاهتمام الرجال بالبشرة يكون بشي جمالي ولا كده لكن مثلاً مرات الشتة فالشتة ده الواحد لو ما مثلاً يتحتم عليك الناس لازم تستمع هذا عشان ما ما تضر نفسك فالآخر ده صحتك يعني ففيه حاجات كده الواحد في مواسم معينة ما بيتفرق رجال من النساء أشعة الشمس كمان الشمس مثلاً شديدة مرات في الصيف فالواحد لازم اعمل احتياطاته عشان ما تأذي صحتك فالآخر البشرة ده جوزه من جسمك يعني فلما تتأثر انت بتضر في نفسك دكتورة مشارفة مفترض نكمل خلاص عليك ده صح؟ طيب ماذا درجة ده جوزه؟ نحن مفترض نكمل خلاص بك معلومات جميلة حديثة عن موضوع كيفي يمكن أن تت يا رجل أو امرأة تحافظي أو تحافظ على جمال ونظارة بشرتك معنا داخل السيديو دكتورة مشاعر أحمد التياني سيدة العنية وتخصصة في البشرة دكتورة مشاعر سباح الخير سباح السعاد عليك مبسوطة بجدية معاكم نحن كمان أنا سألتك في اللاوة قبل ما ندقلتك لماذا دائما موضوع البشرة ده مرتبط بالسيادلة؟ دائما نرى أن الناس مهتمين موضوع ده صيادلة أو قرروا صيادلة أيوة كصيادلة لأنه عندنا علم علم التراكيب فبنعرف كل أنواع البشرة عشان في ناس حيانا بيجينا في الصيدلية دائرة بتسأل الحاجة المناسبة للبشرة صراحة ما أكل صيادلة بالذات الناس اللي زي ما أنا قلتها بتدرس علم التراكيب فممكن تديك أنت نصيحة كويسة جدا نعم طب دكتورة مشاعر نتخيل أننا في واحدة من الحالات خلينا نقول بيشان عديل لأنه يوصل عندك الصيدلية عشان ما تقدر تعرف حتى الطبقة بتاعت البشرة بتتكون أو بتتركب من ياته نوع يعني بتتبع لياته نوع من أنواع البشرة أكيد أنه في مفترض يكون في فحص أول لنوع البشرة صح؟ كلمنا أكثر عن الجوانب ذي طيب أنواع البشرة خمسة زي ما إحنا نعرفين وبتكون ظاهرة يعني العين المجردة صح حاليا عندنا أجهزة بنكشفها للبشرة يعني أجهزة ظريفة وهي براها بتوري يعني تكنولوجيا وكذا نعم فالبشرة نتكلم عن نوع البشرة اللي هي البشرة الدهنية بيكون ظاهرة جدا بتكون بتلمع أكثر حاجة مميزة فيها البثول بتكون زايدة المسامات بتكون واسعة جدا فهتكون ظاهرة يعني ودي أكثر حاجة بعانه منها الشباب والشابات بيكون عندها عوامل كثيرة منها الهرمونس المناخ حقنا دايما أغلبها بتكون مائلة على هرموناتها اللي هو بسموها بالشباب أكثر حاجة بعدين نجي للبشرة العادية من اسمها عادية كل مسامات فيها صغيرة بالكاد تظهر وبتكون حلوة كده موردة وظريفة ونجي البشرة البعديها اللي هي مختلطة بتكون ظاهر فيها هنا تي زون بنسمع تي زون اللي هي الحتة الجبهة والأنف والدقن بتكون كده فيها لما يعني والباقي اللي ممكن يكون تبع البشرة جافة ولا؟ الأيوة الخدين بيكونوا جافين أحيانا بتظهر فيهم لأنها مختلطة بين إنها عادية وبين إنها هي دهنية نجي للبشرة الجافة ودي هاسم عشيطة طبعا داير عناية خاصة جدا ومن أسباب عصلا يعني الناس مهموا في التغسل بصابون للبشرة الجافة وفي عندها أسباب كثيرة ومنها الناس بتستخدم راكوتان أو الحبوب بتاعت الدهون دي فبتجفي في شديد البشرة عليهم لازم يرتبوا يرتبوا ويستخدموا غسولات ويستخدموا صابونة تقول بس قطع يجب أن يستخدموا كريمان هورطبة لازم حتى لو استخدموا صابونة بعدها شوية ما يخليوا الجافة الأفضل إنه يتجنبوا الصابون ويستخدموا غسولات أفضل ما هو يعني في اليومين دي شوية كده الغسولات هادي البديل لا يشنو فيها بديلة حلاص نعم شنو يرتبوا كويس طب خليك على الجانب بتاع إذا فرضنا هو الجانب بتاع الغسول وحتى الكنابات المرتبة هي كلها بتعتبر تبع المواد الكيميائية صح؟ طب أغلبية الناس ممكن عشان استعجال السرعة وعايزين نخلص سريع عايزة أن البشرة تترتب تفاصيل وفي نفسها كنت ممكن تستعود بحادة تكون منزلية قاعدة في البعض وهي أكثر صحة يعني تمام؟ فالناس بجد بتلجأ للمواد الكيميائية على سنة هي تواكب الزمن ما فيه طريقة ما بعرف شنو حاداتك كثيرة دي قد شو ممكن تفاصيلكم مضرة جدا على صحة البشرة؟ والله طبعا أنت أول حاجة اختيار الأمثل للحاجات الانت حت استخدميها وكلها عشان كده لازم أي زال يعرف نوع بشرة شنو يقدر يهتم بيها وكتير كتير جدا يعني أنت ممكن تغير طبيعة بشرتك من عادية مثلا عادية لمختلطة ومن مختلطة للدهنية فده من الحياة الانت تكوني ما عارفة تستخدمي الحاجات كيف وده من الأسباب برضو إنه الواحدة تقول لك هي والله اللي قلت صح بدي استخدمت الحاجة فلانية رهيبة معها تمشي تستخدمها هي بتخريب تخريب أي حاجة فكمان ما تكلمنا بس عن حاجة إنه البشرة الحساسة وده لازم أنت تعرف الحاجة التي تنفع معاك تستخدميها أي حاجة عمت لك حساسية توقف تماما نعم يا ريت لو ناس تلجأ للحياة الطبيعية زي ما انت قلت يعني الكركم الحاجات دي كل حاجات حلوة شديدة يعني نعم تكون متوفرة وسعرة أقلة ذاتهم من الحياة أيوة جدا حلوة شديدة بس كمان زي مثلا البشرة الدهنية لازم تستخدمي حاجات طبية لازم عشان انت تقدر تحدي من المشكلة دي نعم طيب دكتور دريني بتقلبك لي موضوع تاني العادات الخاطئة دايما الناس بتكون بتعملها بشكل يومي وماعرف ان هي بتدور في بشراتها وبيجوكم في السيدراء وبيجوكم في السيدراء ويقول لك بالله أنا أعاني من الحاجة وقد رجعت التاريخ ويتعجبها في المصائب نعم فأهم العادات الخاطئة المناس بتعملها بتدور في البشرة بشكل مباشر وفي أسرع كمان منها الانا ذكرتها انك انت تستخدمي حاجة ما جاي مع بشرتك يعني فلانا عملت حاجة ايوه عملت حاجة ونفعت معي حمشة استخدمها ده غلط جدا انك تلجأ لناس ما متخصصين بالحاجة دي وزي ما احنا عارفين الخلطات والحاجات دي أو حتى انك برضو تمشي براك وتاخد حاجة ما عنده علاقة ببشرتك ايوه عشان كده لازم تعرفين انت ثاني انك تطلع في الشمس شمسا نحنا كعبة شديد فلازم لازم واقش يلا تضي صعبة شري ايوه لا تطلع من غير حاجة لازم انت تعمل حماية والواقع الشمس ده موضوع طويل وعريض الواقع الشمس ده طيب مما انه ادخلنا على الصيف ايوه الواقع الشمس ده كيف انا ممكن اعمل خلطة في البيت تكونه بمثابة الواقع والناس ما عنده الامكاني انه يجيب الواقع الهو الكيمياء اللي يبع في الصيدة والله لازم ما عنده بديل بديل اقشاط طبية ما فيه للاسف انا ممكن انت بعد تأخذ ضربة الشمس تمشي تأخذ لكن بروتكشن الافضل لانه فيه اس بي اف يعني هو التركيبة ايوه انه تعملك بروتكشن انه ما اشياء الشمس انها ما تتصل نعم طب دكتور مشا احنا عايزين يعني خلينا نقول نستغيل وجودك اللطيف ده والجميل اكيد ونجم ندي نصائح وارشادات لكل الناس اللي هيل بتتابعني الان ونتكلم عن انه لو انت حقيقة عايز محتاج انك تتحافظ على بشرتك مفترض انك تعمل شنو عادات صحية من ناحية غذاء من ناحية ان انت حتى شربك للمياه البوفرة من اواصل انا لا بجد كلامك يعني ممتاز يعني من الحياة المؤثرة جدا انك شرب المياه ده حاجة مهمة جدا 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 خلاص انك زي ما انا ذكرت انه ما تطلع في الشمس من غير واقع الشمس لازم في كمان انا بنصح بالحاجات الشنول الفايتامين وكمان يعني دايما الشعر والبشرة بتاثروا با احنا اكلنا بانه الناس اللي بتاخد تشرب قهوة كتير الحاجات كلها بتاثر السهر كلها حاجات بتاثر جدا بيكون ظاهر في وشة زور نعم الميكب بيخفي حياة كتيرة كلها معي لكن طيب فعل لا 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 بس اني عشان الحايتين ديال مع بعض يعني هم كده فادي ورضو واحدة من الحياة ايو واحدة ما تنسى مثلا انا تنوم وفي وشة في ميكب دي حاجة انا صراحة نهائي ما بنصح به بتجد بتأسر جدا استعمال تقدرين اخر حاجة استعمال العشاب ويعني نخلي في كفة موازمة على الحياة الكيميائية بشكل كيفي ناس بس كيميائية استعمالوس هالدي مرضو بكسرتا بتاعذ البشرة ااام دايمان طيب يعه تستخدم يعني الوحدة اللي بتكون عارف الروح بتستخدمشنو او شاب بكون عارف الروحه بيستخدمشنو انت بتاخد دايما مفترة يعنى يعنى دايمالsize يعني ما ديذي حاجة بتاخد فترة م Kotima با قامه an recent Leskets اسمعين باقفو استخدامو ماسكات طبيعية وبوصف ماسكات ممكن الواحد يستخدمها مثلا الشاي الأخضر لناسب تشكي من السهر الهالات السوداء والانتفاخ العين عندك بكرة مثلا برنامج أي حاجة فالشاي الأخضر رهيب كمطهر برضو رهيب جدا يعني من الحياة الحلوى شديد هو والزيت حقه كمان لو عندك حب شباب ممكن زيت الشاي الأخضر بتاخدته شوية معلومة جميل فظريف شديد ما شاء لحظة تتشميع للفتلة اللي بخدتها في عينيو تشرب الشاي الأخضر تخلي الفتلة دي تعمل اثنين لا هي باردة تبردها شوية في الفريزر زي خمسة دقائق عشرة دقائق كده وتخطها زي مكمدات في العين وبتشيل السواد حول العين تشيل الانتفاخ بتريح العين كمان ممكن تعمله سكرب تفتحيه وتشيل التف الحقه وتعمل سكرب بحاجة رائعة جدا دي معلومة جميلة جدا دي حتكون هاديتا اليوم وكيد احنا شكلي لك صراحة جدا وجودك معانا وفي كل المعلومات الرائعة التي ذكرتها في ما يخص اهتمام البشر بالنسبة للشقين سواء كان رجال وحتى كمان يسألون هي وحاجة مهمة جدا وخلينا نقول ممكن تكون جوزة من العلامات اللي هي خاصة ب ما عايز أقول قبولك عند الاخر لكن بجمال الجواك وبتفاصيل سبح وكيد باهتمامك وبغذائك اللي بتحمر ليه 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 طيق وكي واصل استفيد منك دكتورة ده منك اخر حاجة نصايح تقدميها للجنسين يعني انه اهتمام البشر يكون كيف ايوه لجنسين بالمناسبة فعلا بيقوا الشباب حاليا يهتموا بالحاجة دي يعني ما ابتنق اسم الرجول لحاجة لكن كمظهرة عام الناس كلها بيقى يعني اي واحد طبعا انت بتلاقي الاكسبريشن بتاع الناس من مظهرك فدي حاجة مهمة شديدة انك تهتمة الناس تفتش اول باول الحاجة اللي بتنفع معاها تشوف الحياة الجديدة في حياة جديدة واسهل واجمل يعني زي ما انت ذكرت تكون جميل من جوة تكون جميل من بره دي خطنا حلوة تكون جميل من بره حلو شكل لك جدا لوجودك معنا سيدرانية متخصصة فيها البشر شكرا جزيلا واتمنى اليكم سيد انشاء الله ان شاء الله عليكم هذا كل ملك كلما كان الواحد صحي قدر ما احاول ان يكون من الحارات وفيد البشر الى حد ما شريط